السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد من مقاطعة بلاين النهاردة اول يوم من النفط والغاز لاول مرة هنجرب النفط والغاز مع بعض في مقاطعة بلاين بصراحة انا مش عارف الامور فيها ايه عن الامور فيها تمام الامور فيها لا ما اشتريتش تنكر تاني يعني اشتريت تنكر الرحمن رسالة لكم تقولي يمكن اشتري حاجة من المستحمد زي ما شفنا الفيديو اللي فات بس ما حدش قال لي على حاجة اشتريها فالمهم ان اقولت اسيب لي الفلوس زي ما هي كانوا تلاتة مليون وتلتمية الف قلت هسيبها زي ما هي لحد ما احنا نجيب بقى التنكرات التانية هجيب في حدود تلات تنكرات يعني اجيب التنكر الاحمر ده وتنكرين كمان لحد ما نجيب مقطرات النفط والغاز هنشوف كل حاجات دي مع بعض وبرده مستني نصيحكو تحت في التعليقات المهم ان في البداية ما تنساش تضعيبنا باللايك والشير والاشتراك وتكتب لينا كومنت حلو من عندك خلينا بس كده في البداية نطلع بقى التنكر الاحمر بتاعنا هو التنكر ده الامانة وزنيته غريبة شوية بس هو قوي يعني التنكر ما شاء الله عليه حاجة محترم يعني المهم ان النفط هو الغاز زي ما شوفنا في مقاتلة اسكار المرحلة الاولى واحدة سواء هتطلع غاز او هتطلع نفط اما المرحلة التانية تختلف بقى ممكن تختار انك تطلع نفط ولكن في ساعتها هتروح ساندي علشان تعمل مرحلة تالتة او تختار انك تطلع غاز ولكن في ساعتها بقى ايه هتروح تعملها تاني في نفس المنطقة اللي انت كنت عملت فيها النفط اللي هي المرحلة الاولى فتقريبا كده الغاز اسهل وسرع بس ارخص بس مش بكتير يعني حاجة بسيطة خالص اما النفط اغلى بس بصراحة اعتقد انه بيكلف وقت احنا هنجرب الاتنين مع بعض يعني ممكن نهارده نجرب الغاز المرة جي نجرب نفط اول نهارده نجرب النفط المرة الفاتح جربنا الغاز في اسكر فان نجرب النفط النهارده برضو هنجرب الغاز في بلاي ان شاء الله يعني المهم كمان بقى ان انا يعني الفترة الاخيرة تقريبا ده اول فيديو اسجله بالمايك ده فمحتاج رأيكو في الصوت يعني رأيكو في الصوت انظام يعني الصوت حلو الصوت كويس محتاجين اي تعدلات عالصوت الامور تمام طب ملونه كده في الكومنتات يعني ولو عجبكم المايك يعني ممكن اقول لكم عليه المايك اقتصادي جدا مايك محترم نظيف آآ ممكن اعملكو عنه فيديو لو حابين تعرفوه انا وعندكم في ظلب ومناسبة المايك ده ممكن اعملكو فيديو مراجعة خفيف كده سريع اربعة خمس ازاي اتنا بينكم عن المايك عميزات وازاي وصدلي والحاجات دي كلها سريع سريع كده فلو حابين الموضوع ده اكتبوا لي تحت في الكومنتات زي ما تشافين كده انا سجلت دخول نفط وغاز آآ هنروح دلوقتي هناك هنا كده آآ البقالة دي طبعا في بقالة هنا اسمها بقالة الاوشام البقالة دي هي طبعا اسمها بقالة الاوشام لان هي جنب متجر الاوشام اللي انتم شايفينه ده المهم يعني ان دي يمكن اكتر بقالة بتجيب ارباح في المكادعة كلها لان هي حرفيا يعني اللي بيمسكها بيقضيها بقى النفط وغاز ليه بقى لانه في وقتها بيروح مرحلة الاولى زي ما قدتلكم بعدها يروح مرحلة تانية غاز زي ما قدتلكم بعدها يروح مرحلة تالتة غاز بعدها بيروح دي على طول في المينة فبصراحة يعني ايه اختصار وقت رهيب وغير كده هو مسك المنطقة دي كده بس يعني ما تجولش في وسط المدينة اعتقد ان البقالة دي هتكون ماشية بنفس المنطقة اللي هو هتقوم حطة فيها عدة نفط علشان الناس تشتغل بتوع النفط والغاز تشتغل ومن هناك فبتبقى يعني حرفان البقالة مربحة جدا يعني ممكن واحد دي يعمل البقالة دي على قد بس ان هو يعضيها عدد عمل نفط وغاز بقى وبتبقى الدنيا مربحة موت ان شاء الله يعني ربنا يزيدهم بس المستغرب يعني ان البقالة الاوشام دي ما حدش مسكها ومرمية كده بس المهم ان احنا نروح البقالة التالي دي ومتأكد يعني بنسبة يعني مش نسبة صغيرة ان ان شاء الله هلاقي فيها عدة يعني فخلينا بقى نروح عند البقالة دي نشوف العدة وبعدها نروح نشتغل في واحد معادن اعتقد البلدي متميب المعادن اكتر معقول على فكرة المعادن برضو يعني تقريبا كان نفس المنطق لان هيجا هنا اه هنا كده في المنطق دي فتقريبا نفس الوضع يعني بس هنشوف اكد يعني فيها نفط وغاز ببصراحة لو مش حادث نفط وغاز بابي هزر كان لنا كده نشوف فيه نفط وفيه كمية كبيرة جدا ما شاء الله اوف وكمان اقمش 9000 لا لا ما شاء الله عليه زي كان الراجل ده شغال بيديه اسنان ورجليه اه عايزين برضو نعرف البرات ده او المقطورة التنكر ده عيتميل بكام هنشيل ستين ستين نشوف كده الدنيا ايه طبعا كماعي تقريبا مية واحد وكمسين الف لما اليده على اول ستين يا ساتر يا رب الانفجرات دي يا ساتر يا رب ما يكونش ايوة مش التنكر عايزين بيرجر كمان حلو او ده عامل حسابه في بيرجر ومزبط لان دنياهات مية كمان على فكرة بقيت حاس ان الفترة اكرا في بلاين بقى وضع البرجر بقى سريع البرجر بقى بيروح بسرعة اوي ناخد اربعة بيرجر واربعة مية ولا ليه اربعة مية يعني خلقها اتنين مية بس نبقى نشرب من ايه كل دير صدكة انا مخدتش العدة ليه يا بتاع انت كده ناخد الستين عدة تاني كده انا اخدت اخر عشرة ومية والسبعتاشر اول مية والشرين الف لان اشتريب بيرجر ومية فتقريبا العدة كلفتني تلاتين الف نشوف بقى التنكر ده هيطلع علينا الفلوس وحدود كام بس حاليا يعني صرفنا تلاتين الف عدة بالزد ولسه كمان اتناشر الف فطورة يعني هيبقى في حدود اتنين واربعين الف متكلفين عايزين بقى نشوف الصوفي كله الصوفي الربح هيبقى كام من التنكر الواحد طبعا في ناس بتمشي بالخمس تنكرات ما شاء الله عليهم هو ايه عام من تراكن الراكن الاغرابة دي ده مهم دلوقتي بقى اللي احنا هي هنروح على طول نشتغل طبعا نروح للمرحلة الاولى اللي هي اه موحدة مرحلة دي هتعملها هتعملها صوت اللي الرجوع بتاع التنكر ده جامد اوي تحس كده حاجة محترى وما راجعة مهم انا مستنى رأيكم في الصوت لان بصراحة مش عارف الدنيا ايه لحد دلوقتي ايه ده اول فيديو اسجله حتى مفيش فيديو تيست يعني ممكن اصلا احتمال يكون ده الفيديو تيست وما هنزلهوش بس ان شاء الله الصوت هيطلع كويس وهنزله يعني بس اه التصارع بتاع التنكر ده حلو اوي اوي التصارع رهيب ما شاء الله عليهم عايزين نجيب لانتنين كمان ولا حاجة يلا بسم الله نشيل ستين ستين ولا هو بيعمل لا بيعمل تمانية واربعين تمانية واربعين تقريب ان هنا في بلاين هي الله بسم الله سمع صوت غريب ممكن صوت البيتاع دي اه ده ليه صوت يا سلامة الواقعية يا تفاصيلك يا روكستار يا لسه معنا التفاية من جراش الميكانيكي حد دلوقتي بس حلو والله الاول في بلاين هنا كان حرفين التصنيع بطيء جدا او الحد دلوقتي بطيء بس حرفين في النفط والجهاز كان بطيء بطريقة فضيعة كان حرفين حاجة لا تطاب بس تقريبا نعدلوها يعني شايفية تصاربتها عامل ازاي تصاربتها رهيب ما شاء الله عليها يعني السريبة رجل اهنك ده معدلها مش عارف مين يعدل تنكر مين يعدل عربية شغل عموما سواء عربية معادن او تنكر نفط وغاز او مغاثرة خشب مين يعمل كده مش فاهم بس اللوحة الامنة وميازة بتاعت التنكر ده تلات تسعة تلاتة يا راحب فين مفيش لوحة اصلا ممكن اللاحه قدام ايه تلات تسعة تلاتة طيب ما نجرب كده نشيل اكتر من تمانية واربعين يمكن ننفع نجرب مثلا نشيل كمسين لا ما نفعت شوة تمانية واربعين تمانية واربعين اخر ستة وثلاثين جهاز كده تمام او كده المتين وخمسين كلهم متقفلين ايه ده انا شفتمه متين تستنى يا عام ده ازاي متين وخمسين جهاز عاملين متين كيلو مش فاهمها بصراحة مش عارفة تقريبا يعني المتين وخمسين مهم بقى المرحلة التانية اللي هنروحها زي ما قلنا لو عايزين بسرعة ونمسك المنطقة ده بس بس تقريبا فلوس قلة مش متأكد من حتة فلوس قلة دي بس هنتأكد منها مع بعض يعني ممكن نشتغل مرة نفط ممكن نشتغل مرة غاز على حسب يعني المهم اللي انا هروح في الخطوة التانية نفط مش هروحها غاز فهروحها نفط الاول نشوف النفط نظامه ايه وبعدها هنبقى نجرب الغاز فخلينا نروح على المرحلة التانية كده بسرعة ونشوف الامور ايه هناك ولا هنعمل ايه وصلت المرحلة التانية اللي محدش فيه اصلا كله حرفيا في الغاز على شكل الاثنين نفس السعر بس مش متأكد بصراحة انا لازم اجرب بنفسي علشان اقتلعه اه خلينا قلنا تمانية واربعين تمانية واربعين خلينا نجرب بس ان شاء الله يعني يطلع فيه فرق بينهم في الفلوس تحتاج الى نفط خيم ومالا انا جيبته ده ايه من ايه نجيب نفط خيم استخراج نفط خيم اه اوكي يعني لو لازم اجيب النقل ده هنا مختلف عن اوسكار هنا المفروض ان نستخرج النفط الخيم لو هي اول مرحلة تاني مرحلة هيبقى دي. تالت مرحلة هيبقى دي بقى ولا ايه? لأ فين تالت مرحلة بقى دي? ممكن اوف تالت مرحلة فين? ولا ايه? ايه ده انا مش في اهم حاجة ايه ده؟ ده تعبية توقود. يبقى ادي ثالت مرحلة يا معلم. لا 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 ده النفط متعب اوي. ده هنا مرحلة اولى. هنا تانية. هنا كده ثالثة آه. اه. ده بس هنجربها برضه. الموضوع متعب بصراحة. لا اه هي مختلفة عن اسكر. بس الموضوع حس ومتعب. تمام. طب نروح دلوقتي نعمل غاز. نعتبر دي غاز والمرة اللي بعدها بقى ايه نعتبرها نفط. معاني كنس في نفط يعني. سلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. لا توصلني بالله معيك لان تنكر حقي باختف باجة وانا مشي. عايز تروح في ان شاء الله. حقي الشحنات المشترك. اللي عند المرحلة التعالي. عيوني يا باشا عيوني عيوني. الله يسلمك يا حبيبي. انا تبارك بس يا الله. اخر عشرة غاز معالج. كده الماثورة كلها اه مية خمسة وعشرين. اللي الواحدة باتنين. طب خلنا بقى نركب بس نوصل راجل اللي معنات ده المشتركة. مشتركة طبعا جاب بالمرحلة التالتة. اه دي المرحلة التالتة. اه قريبة يعني. يعني المرحلة التالتة دي. فحنا نوصله في طريقنا المشترك يعني بالمر. نروح طبع المرحلة التالتة غاز زي ما قلنا. لان طبعا النفط طلع فيه حوار تاني خالص. هنشوفه مع بعض يعني. بس المهم خلينا نخلص اه حاملتن الغاز دي. بعدها نبقى نشوف موضوع النفط. نروح بس لمرحلة التالتة. يا ريس. يا ولد. يا ولد انت. ما انتش سويد. انت ايش سويدت ده انت معمول لك عمل ولا ايه? انت حلامة كنتش جاك. فانا ما ليش شغل انت انت جيجة بقى انزل اشوف. اذا اتعدل ولا ما اتعدل. طب ماشى لو تعدل يا بنت اللي معمول لك عمل. شو علي الحلال معمول لك اركب يا رايس اركب انا عايزك تكره قرآن كتير بس. اه لا لا اهلا اهلا اشوف امشي. اما ماشى زي الفولة انت عندك انت المشكلة. مش انا. اممكن انا ولا صجعت واحد والسيارة اختفت من نابل. اه لا مشكلة دي مشكلة دي يا رايس. حمد الله على السلامة. الله يزلم شكرا لك. حبيبي يا معلم. خلينا بروح للمرحلة الثالثة. يلا بسم الله. مرحلة التالتة طبعا هي اللي فوق دي. يلا بسم الله. خلنا بس كالنركة تنكر لان المرحلة الثالثة تقريبا. اه يعني ملهاش مد يعني عادي بتفضل تعب 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 ما بيبطلش تعريبا يعني هتجرب دلوقتي. اه مش عارف ليه ١٠٠ كيلو يعني ليه ١٠٠ كيلو. خلينا خلينا نجرب يعني كامل تاني يلا خلينا اخد اربعين مسلا ينفع عشر اربعين طيب خمسة وعشرين ينفع خمسة وعشرين مرحلة تلتة بطيئة بس مش بنفس الدرجة بتاعت زمان يعني تقريبا كده المرحلة التالتة بطال الشغل تبدل عادي تشتغل عادي زي من انت ما بتوقفش وبتحتاج تبع دوتي يجي يعني شكلها تمام الحمد الله ده الظهر كده ولا عازوا بالله يعني ان هي بتوقف نسو خبالها دلوقتي ماشي بتوقفها جدعان لأسف بس عمل ستة وتسعين كيلو شوية حلوين يعني عمل النص تقريبا من جير ما يقف اخر تمنتاشر حلو كده تمه المتين وخمسين كيلو وتقريبا العدد ده هو اللي كان فيه فرق يعني المرحلة الاولى ده مرحلة التالتة او المرحلة الاولى ده مرحلة تانية بقى فاتة واقف تفاوت في العدد شوية فتقريبا كده دي المشكلة المهم من دلوقتي ان الساعة لسه اتناشر والمينة لسه ما فتحش كنت سامع ان في حاجة اسمها انك تحط الاستوانات الغاز جوه البيت في رأيكو اراح اخزنها في البيت دلوقتي اراح اخزن استوانات الجاز اللي معادي ماتين وخمسين استوانة بما ان البيت ده ماتين وخمسين كيلو وبعدها بروح نعمل نفط بقى حمولة نفط ولما المينة يفتح نبيع النفط وبعدها على طول نروح نبيع الجاز نعرف ان فيه ناسة تقول ان انا جربت حتة البيت فهتتقفل بسبب ان انا جربتها في الفيديو ومش عارف الحوارات دي كلها بس ادوي الا اوما لو عايزين يقفلوها هيقفلوها اما بالنسبة الموضوع الاسماك والكلام القديم ده كله ومش مش عارف بصراحة كان بيساوي ولا لا بس ان شاء الله يعني ان هما حاسين اصلا بموضوع استوانات الجاز اللي هتخش البيت دي فهم يعني سايبينها لان ما يتبقاش روب ليه بصراحة لو ما قدرتش رحطنا استوانات الجاز جوا البيت فاعتقد ان هما مش هيلوه حاجة زي كده يعني فانا جربتها هو بس ان شاء الله مش هيعدله على حاجة يعني في واحدة هو بيفكر نفس التفكير فمش معقول يعني الناس مش واخدى بقى لها ان ان دي فعلا بتحصل اطلع يعني ارجع وراء عايز اطلع فوق هردوس بتاني ومشيت نلسه هنرجع وراء يعمل حاجة انت خلينا عقفين كده قدام الباب على طول طبعا نقدر اشيل مية مية لعدا نقدر اشيل مية خمسة وعشرين كمان خلينا نقدر اشيل خمسة وعشرين لا 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 ما اقدرش الاسف طب لو خدنا واحدة برجرايا واحدة مية اقدر اشيل خمسة وعشرين كمان حيز مثلا ابقى مرتين بس حلو اوي اقدر يلا رح نحط المية خمسة وعشرين دول في البيت يا الوحد نازل خالص انه عنده بيت ما دخلتوش من زمان خالص طب ايه اللي فيه بقى يا رب ما يكونش في حاجة عشان ساعتها مش عارف احط حاجة لو بعش في فلوس امول في ايه ده ما مفوش حاجة اصلا حطي يا عم مية خمسة وعشرين سطانة حلو اوي ده يعتبر تنكر بالزبط كأن معايا تنكرين يا بقى لو البيت كان خمسة ومية كان زماني دلوقتي معايا تنكرين في بيت حاجة فخمة 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 هو ده بتاعي ولا ايه ده اوهو مية خمسة وعشرين كمان يلا خلال ندخل البيت انا مش عارف يعني عدة النفط لما اخدناها بثلاثين الف كان ده سعرها غالي ولا رخيص لاني ما مبصلتش في البالات ولا عرفت اقل سعر لعدة النفط كان بس اعتقد ان انا اشتريتها بمية وثلاثين وهي اصلا بتباع في اماكن بمية وتسعة مش فاكر بصراحة فاكتبوا لي تحت في الكومنتات ايه هو ارخص سعر لعدة النفط والغاز انا مش عارف الامانة بس بما ان ان دي هي اول خطوة فا ايه رأيكم دور في البالات سندي كده يمكن نلاقي فيها عدد ولا ايه ولا احنا ماشيين كده اي بقالة نقابلها نشوف فيها كده يمكن فيها عدة التعامل نفط وغزل حاجة بحيث ان نشوف الاسعار كلها بما ان احنا دلوقتي راحين نعمل نفط بس عشان نتجرب الاتنين مع بعض فيديو واحد ونشوف ايه هي اكتر حاجة جابت فلوس خلينا اشوف السعر هنا مية وتسعة انا قلت برضه انا شفت مية وتسعة قبل كده لان انا فعلا اه فاكر ان انا شفت الرقم ده بكم مش هفاكر بصراحة للامانة يعني هي كد كام في البالة اللي هناك بس هنشوفها ربما ان تجي الفيديو يعني ما من الاسحب تلاتين الف زيها زي البقالة اللي هناك بالزبط واشوفها يفيد معايا كاما كاليني يلا اخد ستين ستين ولا خمسة وستين خمسة وستين ينفعش اخر ستين ستين باصل عندي مشكلة في النت الاسف اضطريتي ان اشتري العدة اشتريتها كلها طبعا بالسعر بس مالاسف معرفش او ريكو السعر كان بس اللي حصل ان انا كنت تسحب تلاتين الف زي ما انتم شفتو ودلوقتي باقي معايا سبعمية وعشرين يعني تقريبا العدة تكلفت سبعة وعشرين الف لما بكون بمية وتسعة. عندما اشتريناها من هناك رجعت في المونتاج لقيتها تكلفت في حدود تقريبا تلاتة وتلاتين الف او اتنين وتلاتين الف وشوية يعني. بس يعني هي قريبة شوية للتلاتة وتلاتين الف. فالفرق خمس تلاف لما تكون آآ العدة بمية وتسعة والتانية بمية تمانية وعشرين تقريبا او مية تسعة وعشرين. فده الموضوع كله يعني. المهم اللي احنا زي ما قلنا هنعمل دي نفط تمام المينة فتحة كمان. يعني اعتقد ان احنا بعد ما نعمل النفط هنروح نبيه على طول. نشوف هيتطلق لنا كم? وبعدها على طول هنبيع الغاز هنجي ومن البيت ونروح نبيه. بس دلوقتي زي ما انتم شايفين كده ان انا في المرحلة الاولى. بعدها هنروح على المرحلات التانية اللي هي دي. او اللي تحت دي اللي هي معالجة النفط. وبعد كده هنعبي الوقود. اللي هو في الغالب هيبقى بنزين ونروح نبيه. فخلينا احنا نملك المقطورة دي نفط. ونروح نشوف الخطوات النزام. بس طبعا زي ما احنا عارفين ان النفط مكانه ابعد وخطواته متعبة اكتر من الغاز. فخلينا نشوف. ندخل بقى المرحلة التانية. تقريبا هما كلهم نفس السرعة. الفرق بس ان الاماكن متعبة حرفية. المكان ده بعيد عندها وده بعيد عندها حوارات طويلة بصراحة. المهم بس اللي انا مش عارف اعمل ايه. انتم رأيكم ايه? اجيب تنكر كمان من رأيكم يعني اروح اشتري تنكر كمان ولا تنكرين كمان? ولا خليني على قد البيت اللي معاه فيوس. انا بصراحة كنت نور اشتري بيت كمان في ساندي عشان يبقى معاني بيت في بريتو. بيت في الساندي وبيت في Dinnecu يعني رأيكم اجيب التنكر كمان ولا خليني بالتانكر ده بس. وافضل اعبي في البيت ده ايه البيت ده طبعا قد تنكر. واجيب بيت خمسمية اسم بيت المنظمات اللي هو البيت ده. البيت ده خمسمية كيلو. سعره تقريبا مليون او اتنين مليون بكتير قوي يا عم اتنين مليون والتنكر تلاتة مليون ستمائة الف ده قل سعر لي مستعمل الله على البقى احنا ناخده كام وجديد اصلا بخمسة مليون فرأيكم اللي انا اكمل كده بتنكر واحد وقضيها املاها في البيت ده وبقى اشتري البيت ده واملاها كله اه نفط بمنه خمسمائة كيلو فهياخد معايا مساحة تنكرين يبقى كايني ماشي باربعة تنكرات واحد هنا واتنين هنا والتنكر اللي معي ايه رأيكم في الموضوع ده ولا انتم شايفين اكتبوا لي تحت في الكومنتات فخلان خلاص بس المرحلة التانية دي وبعدها نروح على التالتة ونشوف فقى الانهي واحدة افضل بتجيب فلوس قديل لو الفرق بينهم بسيط فبصراحة اه برأي اللي احنا نكمل جاز لان هيبقى اسرع علينا فخلينا نشوف حرفية مراحل النفط دي متعبة جدا حتى المكان ضحيل انت جاي الداخل واحد طالع يوم زعلك في الميا ينهرب يده ايه ده يلا بسم الله تشوف كده الدنيا ايه لان حرفيا بيتضيع وقت رهيب جدا اقدر اشيل كام اقدر اشيل التلاتين يلا بسم الله اكده هدينا بنزين او وقود يعني ايا كان يلا بسم الله اخيرا خلصنا اخر اربعتاشر كده العربية كلها ماتين وخمسين ماتين وخمسين يا رايس يلا كده نرحل نبيع عشان نرحل نجيب المقطورات تانية بيها مش عارب بس راح اقدر الحق يبيع اللي اتنين ولا لا بس اللي احنا نرحل نبيع الاول هو بيع الوقودة تمانا اللي احنا نرحل نبيع اللي اتنين عشان ما نستناش الميناء اللي بعدها بس ان شاء الله هنلحق يعاني كده نرحل نخش الميناء نبيع اول بس عزينا صفر الفلوس او خلينا فكرين فلوس كام علشان ايه احنا نحسابها بالدولار عشان نعرف انهي واحدة مربحة اكتر وتستاهل فعلا التعب ده كله ولا لا معال الباشا معايش رائع عايز معاك وقود معاك وقود اتمنع ولا ايه اياك اياك ايه ده ضداني فاطورة خمسمية بس هاعش عليك والله يا حبيبي والله يا راجل محترم طيب خلينا نفكرين اللي احنا معانا يعني تقريبا 2600 خلينا نفكرين بس ايه الرقم ده علشان نبقى عارفين احنا نبيع بكام وهنعمل ايه بالزهر ياس بسم الله نبدأ نبيع يلا بنا نشن ستين ستين يلا رايز بيع رايز نشوف في النهاية المقطورة كلها اتطلع كام اه ده هيبيع 48 48 ونبدأ نروح ونرجع طيب تقريبا كده خلصنا بيها خلنا بس كده نركب على طول نروح على البيت ونبدأ نحسبها يلا رايز بيض بيض بعيد شوية بس يلا هنوصل ان شاء الله وانا رحق نيجي ونخش بس المهم بقى ان هي تلعة دلوقتي في حدود 153000 تلعت لنا المقطورة 250 دي وكود اللي هو نفط مراحل بطيئة جدا وبعيدة ومملة يعني مفيش اي نوع من الانواع انت ممكن مثلا الحاجة الوحيدة اللي تعجبك فيها ان هي هادية بس اما الجاز بيبقى زحمة شوية بس حرفية مملة على مش شاف بصراحة يعني الشيل في حدود 12000 الدخول هو طبعا ما خدش من 12 بس انا اخد بس انا اداني طبعا 500 بس بس في العادة ان هو هيديك 12 وشيل منهم كمان في حدود يعني قولي المتوسط 30000 جالها هو يا عم يختح ام الباب يا عم شوقت تأخير خالص زه فالمهم ان هي هتتحسب شيل 30 وشيل 12 يعني هتشيل 42000 يعني في حدود صافي 110000 نقول الحدود دي يعني ممكن مثلا تجيب العدة رخيصة مش عارف ايه فنقول صافي بتطلع في حدود 110000 من تنكر واحد نفط وغاز 250 كيلو هنشوف كمان في الغاز الفلوس ستطلع كين بس اعتقد ان هي هتبقى أقل من كده لما بيتش اقلو بقت هي هيها فبصراحة يعني مش شايف خالص سبب ممكن انك تخليك تروح نفط وتعطل نفسك وبطق نفسك وتسيب الغاز لا بصراحة ده يعني اوفق ارشح لك الغاز على طول حتى لو في فرق في الخبرة زيادة برضو ده مش سبب انه يخليك تروح غاز او تروح نفط وتسيب الغاز فاهمني فالسبب الوحيد اللي يخليك كده ان فعلا يبقى في فرق في الخبرة والفلوس ويبقى في فرق واضح ان فعلا النفط متعب اما الغاز بقى فلو نفس السعر فخلاص فيبقى احنا كده اعتمدنا غاز على طول وانت برضو اعتمد غاز على طول لان الموضوع في النفط متعب بصراحة متعب جدا وبياخد وقت كتير جدا فخلينا بعد الوقت نروح البيت نجيب استوانات الغاز الموجودين هناك ونروح نبقىها في المينة مش هو تحشرة خالص بالله تحشرنا باين انا عربي اذا مش عايزين نضيع وقت ايوة بس كده سرعة سريع سريع نجيب الاستوانات يا رب الحق بس انا اذا اخشت بينا عزل حق بيهم سحبنا الخزنة مية خمسة وعشرين نعمل اداع مية خمسة وعشرين استوانة نخش ناخد المية خمسة وعشرين تانين نحط المية خمسة وعشرين تانين وفي حطية اتناشر لا مش وقت عاطلة خالص ده ايوة يدوبك بقى نلحق المينة ان شاء الله يطلع النفط اعلى من الجاز في الفلوس يلا بينا خلنا فاكرين دلوقتي اللي احنا معانا مية خمسة وخمسين ألف الحمدلله الحقنا نخش بدك خصوم ولا خصومات العيد ولا لا يا ريت خصومات العيد يا الله وخصومات رمضاء حبيبي يا رايس حبيبي انتهى عشر تلاف المرات يا رب بس نلحق نبيع لا مش وقت البنزين خادس انا اوصل اوصل ايوة باس تعال يا مهرب تعال بسم الله الرحمن الرحيم ناخد كم تعال ناخد كمانتن ستين حلوة دراشة المية وعشرين يتم البيع يا رب بس هلحق خلص قبل ما يجي اقولك بنفضل المينة مهم اللي احنا كم معانا مية خمسة وخمسين هنشوف داته بعد الجاز زيبه كان شكل مش هلحق بيها لانه بدأ يليف دلوقتي يعمل اخلاق فأتمنى ان نلحق يعني يا رب بلحق بيها بس يلا يا نفتغاس حاضر والله ما اخر شيء في ايدي بس ماشي يلا يا نفتغاس انا خلاص تخر نعم نفسنا بنحط طبق بنزين طيب وهاند خلاص انا ماشى لعشرين واحدة اوف ده بيكلبشو كلبشو يعيني ما دارشة بيها الاسر لان الساعة عدت هو بقى لي 16 استوانة بس هو في الجالب كده الموضوع مش مبشر النفط اغلى من الغاز بتقريبا تلات تلف بس رقم حرفيا مش مستاهل اي حاجة من الحاجات دي يعني بعد اما 16 استوانة دول يخلصوا ولا اي حاجة عادي خالص فحرفيا رقم قلال جدا 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 الفرق بينهم ومش مستاهل اي حاجة خالص ممكن يبقى فيه فرق شوافر خبرة كمان بس والله ما يستاهل خالص فغلطة كبيرة ان احنا روحنا على النفط الغاز افضل واسرع حتى البيع البيع في الغاز سريع جدا اسرع من النفط بكتير فخلاص كده احنا تقريبا طلعات 300 الف لان نفضل 16 كمان معايا فال16 دول تقريبا عاملين كام 300 الف ده طبعا مش صافي لان نفس المخالفات ولسه سعر العدة المهم بقى اللي احنا عايزين نفكر في دلوقتي اللي احنا نجيب التنكرات تانية ولا نشتري بيت 500 كيلو ونخلينا بتنكر واحد والبيت هيبقى سعره في حدود لامة مليون ونص لامة اثنين مليون فانا مش عارف العمالة بس في الجالب هترسع على موضوع البيت لان لو بالبيت المتين هو خمسين والبيت الخمسمية والتنكر ده هنطلع في حدود 600 الف في المينة الواحدة لانهما يبقى زي اربع تنكرات كده 600 الف ونقول مثلا هيبقى 500 الف صافي ربح فبصراحة هتبقى الامور جميلة جدا فبس كده دي كان بكل حاجة معنا في الفيديو نهاردة كنا بنجرب النفط والغاز جربنا الاتنين مع بعض بالمعنى الحرفي يعني فما تنساش بلا تدعمنا باللايك والشير والاشتراك واشوفكم في الفيديو جديد والسلام عليكم